موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة ليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معيها بمناسبة لعيد ليوم ان شاء الله نحضروا واحد الحلوة اللي عنا معروفة في الشمال اللي اسميتها صابونة او الحلوة ديالتو ام اللي صراحة كالجلديدة بسبب طريقة اللي اتشوفوا معيها فهي السهلة وفقط غير بميتين جرام ديالتو يمكننا نحضروا اكتر من تسعين حبات ديالتو الطريقة اللي هي السهلة وكتوجد طغيان والاهم هاتشي كامل انها كالجلديدة بسبب وكيف كنا ايضا نحضرها يعني في جميع المناسبات كانت منى انكم تجربوها كانت منى تعجبكم الحلقات اليوم وقبل ما مرون طريقة تحتر اللي بقى مشاركتي معي في القناة اشتراك ثم تفعل جرس باش تصل ان شاء الله بكل ما هو جديد وده بنخلكم مع الطريقة تحتر فانا بالنسبة الطريقة والمقادر اول حاجة نحتاج كس ديالعنوا ديالسوكر سنيده وانا ايه نحتاج مئتين جرام دياللوز بعد ما كان حمره بالقشرة دياله نطحنه مزيان ونضيفه للخاليط وانا ايه نحتاج مئتين وخمسين جرام ديالزلطة طريا نضيفه للخاليط او من بعد كنخلط كل شي مزيان نضيفه من خلط به نضيفه وكسر نضيفه نضيفه وكسر نضيفه 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 نضيف جوش الفلون بالنكهة الثانية نضيف كاز العنباد الحليب نضيف كاز العنباد الزيت نباتية هكذا نضيف كاز العنباد نضيف جميع مع المكونات نضيف جدًا نضيف كاز العنباد نضيف كوهد مباشرة مباشرة بعد مخلطة كيف تشاهدون معي أحصل على الخليط الذي يجبها الخليطة سأضيف 16 غرام الخميرة الحلوى وهناك الضقيق الأبيض سأضيفه بشوء بشوء بالنسبة لكمية الضقيق التي انا مشتلي تقريبا 850 غرام ودائما يبقى لحسب نوعية الضقيق لانتم استعملون أنا هنا سأضيفه بشوء بشوء ونجمع في اللجينة حتى أصبح لديها رطبة تقريبا 750 غرام بعد مقوم بشوء بشوء بعد مقام بشوء بشوء ثم أفاق الآن تأثيرها فعالها تجد رطبة بها تشكل هدايا لذلك تكون رطبة لكي تجد حلوة تجد نهشيشة و تجد نهشيشة و تجد نهشيشة و اخذ الورق السبدة التي تجدها فيها فكيف تعرفوه لذلك تجد رطبة و اخففها ضروري و احتاج لك لها تجد رقيقة و بعد مطلقة العجين كيف تشوفو معي فهنا نحتاج لقطعة صغيرة لشكل دائري و هنا مباشرة كم تنقطع في العجين دائما بالنسبة للقطعة اخذ القياس اخذت القياس الصغير و هنا بعد ما نقطع العجين فهنا كيف تجد رقيقة هنا مباشرة فأنا كنعمل فوق الصينية لان دخلها للفران و كم قام استمريني بنفس طريقة حتى كنكمل كمية العجين لاندي كمية و بعد مكان ثاني فأنا مباشرة فأنا ندخل حلوة للفران على درجة الحرارة بـ 8 درجة و كنخليها حتى تكتب و تتحمر و من بعد نخرجها فبالنسبة للحلوة رغم لا تأخذ الوقت بزافة أخرج و بعد مكان ثاني فأنا نضغط وأنا نضغط و هنا و بالنسبة للحلوة فأنا لدي الكراميل أو كيمكنكم تستعمل الحلوة و كيمكنكم تستعمل الحلوة حسب كلمتا و لكن أعرفوا لأن الكراميل كيمكنك تتبسف مع مدق و تعرف الجزء و يعني يجي أحسن بالنسبة للحلوة نوبة طبقة اللي تكون رقيقة بها الكاراميل ومن بعد نضيف حلوة التانيةضية على الكاراميل نغطي اللي يكتلك القليلين متشاورة حتى نكمل حلوة مستمرة بعد إضافة أجد الشوكولات الأبيض بعد إضافة ماء ونحتاج إلى الأبيض ثم نضغها بطريقة حمام مائي وضروري وقفة أكيد ومتعر، أغطي بشيك وتغطي بشيك ومن بعد إضافة تشيك ونضغت بشيك وتغطي بشيك أفضل بشيك على شكل نصر ونصر هنا يستعمل الشكلة الأبيض كما يمكنكم ايضا ان تعودوا بشكلة الأسود لكن بالنسبة ان هذه الحلوة فهي معروفة بشكلة الأبيض يعني تجي احسن ونعين بعد ما كان سليم لنسبة الزين ديال الحلوة ديالي فهنا يعني من جد الأشكال بالنسبة ان تزين فبالنسبة الشكل الأول فعنا كيف شفتم معي فهي زينته بشكلة الأرابيسك وبالنسبة الشكل الثاني فعنا عنزينه بشكلة هي معروفة بهذه الحلوة هدي هنا يكنزينه بالخطوط ديال شكلة الأسود يعني بعد ما كان دوبو كنضيف لوحد شوية ديال الزيت وكانزين الحلوة ديالي بها الطريقة هذي اللي هي الطريقة يعني سهلة اذا بغيتوا يعني تعملوا هاتذه هنا بعد ما كان قنامت الحلو ديال شكلة الأبيض فهنا بالنسبة الزين فهي يبقى خطياري انا بغيت نزينها بها الشكل هذا هنا يكن أخذت شكلة الأسود من بعد ما زينته في مول ديال السيليكون ديال الأرابيسك ومن بعد ما وجدته فأنا كان زين بيوم هنه مباشرة يعني كبالما كان شايف ليال شكلة الأبيض وكنتبتها مزيان بهذا الشكل هذا الصراحة كانت تعطيه واحد المنظر اللي هو مزي ومزيف وكيجي مختلف بالنسبة المتزين اللي معروفة بهذا الحلوه هدي فكيف شوته الطريقة فهي سهلة فانا مقام السمرة يعني من نفس الطريقة ودعبا بعد ما كان سلي فانا كنخلي الحلوه دي اللي احتكت من الشف مزيان ودعبا بعد ما كان سلي ومبعد ما كانت منشف الحلوه مزيان فانا هي قدمتها بهذا الطريقة هدي صراحة كاتجي مزونة بالسفر الحلوه دي وكيشوتوا معي حتى الطريقة دي اللي تزين فانا هي مشكل واحد خارج النجوش ديال الاشكال مختلفين فقط غير في التزين وكيجي ورائعين بالنسبة المنظر ديالوم وكيجي ايضا احتف المضاق بها كاتجي لديد بالزب وكاتجي شيشة بالمضاق دياللوز مع التعليقة ديال الكراميل صراحة كاتجي من ارواح الحلويات اللي معروفة عنها في الشمل صراحة كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تجربوها كنتمنى تجربوها شبسكم الحلقة اليوم ودعا شبسكم الحلقة ما تسلسوا جد من الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتتعمل فائدة ان شاء الله على الجميع ودعا خليكم على خير وسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى